السلام عليكم وياكم وسامة فرقد من مملكة طب الأسنان واليوم عندنا أول محاضرة للأورال باثولوجي اللي هي محاضرة البايوبسي الأورال باثولوجي شنو معناه؟ أورال معناه فم باثولوجي معناه أمراض فهو علم يدرس كل الأمراض كل الليجنز كل الديفكتز اللي تصير بالأورال كافتي أو تصير بالفم ندرسها حتى نوصل للدياغنوزي الصحيح من خلال معرفتك للأمراض اللي ممكن تصير بالفم فرح تقدر تعرف البيشنت هذا اللي يجاك للعيادة من شنو يعاني شنو المرض شنو الباثولوجي اللي ممكن يعاني من عنده حتى توصل لشنو توصل للدياغنوزي الصحيح أكو هواي طرق تقدر توصل بيها للدياغنوزي ممكن من خلال الكلينيكل فيترز إن تشوف المرض بعينك أو من خلال الريديوغرافيك فيترز تشوف من خلال الأشعة ووحدة من الدياغنوزيك ألمنس أو الدياغنوزيك تولز اللي هي المقطع النسيجي الهيستولوجيكال سكشن إن تشوف المرض هذا أو الديفكت تحت المجهر وهاي رح يصير عن طريق عملية اسمها البايوبسي أوكي شنو هي البايوبسي اللي هو موضوع محاضرتنا اليوم البايوبسي هي عملية تستأصل بيها أو تأخذ بيها عينة من المرض أوكي تأخذ وتودي وين؟ تودي تحت المجهر وتشوف المواصفات أو الصفات اللي جاي بها المرض حتى توصل المن؟ توصل للدياغنوزيز اللي هو الشيء الأساسي بالباثولوجي أوكي فعملية البايوبسي يكملها السوجن ويوديها للأورال باثولوجيست اللي رح يسوي لها انتوبتين يعني رح يترجمها أوكي فرح يجيني هذا الأورال باثولوجيست يباوع لي العينة وينطيني الدياغنوزز مرات الدياغنوزز من الكلينيشن واحد يشوف العينة ويقول أوكي هذا الرجال بي كانسر هاي المرضة بيهفد نوعه من البياثولوجي أوكي رح ناخذه رح نسولف به ومرات لا مرات صعب تحدد شنو هذا المرض فرح تروح إلى الديفرانشيال داياغنوزز معنى كلمة الديفرانشيال داياغنوزز انو هذا المرض ممكن اترجمة الى عدة ترجمات ممكن يكون هيج ممكن يكون هيج ممكن يكون بشكل آخر فهاي الترجمة رح نسوي لها انو اودي الباثولوجيس الثاني اودي الكلينيشن الثاني اودي الى طبيب ثاني رح يهمنا اتعاون ويا اتراسل ويا واشوف شنو هي الدياغنوزز الصحيحة فكمختصر الباثولوجي هي علم الامراض شنو فايت اوصل للدياغنوزز واحدة من طرق الدياغنوزز شنو هي البيوبسي اللي هي عنوان محاضرتنا لهذا اليوم اوكي البيوبسي مثل ما قلنا انو هي عملية استقصال جزء من الليجن او اخذ عينه من الليجن اللي عندي حتى اشوفها تحت المايكروسكوب ومو بس بالتيومرز استعملها مو بس بالكانسر لا البيوبسي رح تفيدني بكل انواع الامراض اللي تجيني ممكن سيست ممكن فد عينه فد مرض بالاسنان نفسها اقدر اخذ لها مقطع نسيجة حتى اشوف شنو بيها فمو بس لتيومرز كل انواع الامراض اقدر اخذ منها وسوي بيها بايوبسي بس مو كلهن كلهن يعني اكو بعض الامراض عبارة عن نيكروتيك تيشو اكو بعض الامراض عبارة عن سوائل بس اي سوائل ما رح تطهر عندي بالدياغنوزز فبالاضافة للبيوبسي اكو special techniques من خلال surgical pathologist يقدر يستعملها حتى نوصل للدياغنوزز فهاي الدوخة كلها حتى نوصل للدياغنوزز البيوبسي رح يكون عندي عدة انواع رح اقدر اقسمها حسب او حسب الانسترومنت اوكي هاي الانواع من البيوبسي اذا ريد اقسمها حسب حسب المرض هادش كبرى رح تنقسم الى من اسمها اذا قسمها قسميا يعني داخلي تمام؟ يعني رح ااخذ عينه من داخل الليجن اوكي only a portion of the lesion is sampled therefore is strictly for a diagnostic nature اوكي يعني عندي هذا المرض على سبيل المثال اشلون ااخذ من عنده اوحو اشلون ااخذ من عنده بايوبسي ااخذ جزء من عنده استأصل جزء من عنده ااخذ الليجن واخذ جزء من normal regular tissue تمام؟ اما الاكسيجنال بايوبسي من اسمه اكسيجنال يعني اسوى الكت مالتي بالخارج اكس يعني للخارج انه اجيب الليجن مالتي واستأصله كليته هو والنورمال تيشو اللي حواليه حتى يطيني الدايجنوسيز تمام؟ هذا شوقت استعمله الانسيجنال بايوبسي من عندي الليجن كبير كلش فما اقدر استأصله اكو كومة اشياء تمنعني ممكن vital tissue بصفة ممكن ما اريد استأصل التشو ممكن كارسونومة تنتشره بكل مكان فاني لازم على كيفي على راحتي ااخذ جزء عينة بسيطة واسويلها البيوبسي لكن اذا اقدر استأصل التشو تمام؟ اذا كان الليجن هذا صغير بما فيه الكفاية اشيي للليجن كليته فرح يعتبر داياجنوسيك انه راح اعرف شون هو المرض وايضا يعتبر ثيرابيوتيك شلون ثيرابيوتيك؟ لانه شلت المرض شلت الليجن من مكانه اوكي هاي الكلاسيفيكيشن حسب size of the tissue اما الكلاسيفيكيشن الثاني فرح يكون حسب الانسترومنت راح اسميها البيوبسي حسب الانسترومنت اللي جاي استعملها الادات اللي جاي استعملها اول نوع حسب الانسترومنت اللي هو الكوتاري بايوبسي كوتاري معنى الكاوية احنا بالعراق نسمي الكاوية اللي هي تستعمل الحرارة بحيث تشيل التشو تشيل جسو من التشو ومن خلال الحرارة راح يصير كواجيوليشن ورح تنسد التشو فايت انه ما راح يصير عندي نزف لكن يعتبر the least suitable for microscopic interpretation يعتبر اسوأ واحد من حيث جودة الهستولوجيكال فيترز اشلون او ليش لانه يستعمل الحرارة فراح توصلني التشو distorted راح توصلني مهترئة خربانة او charge the tissue انه تسويها فحم حرفيا تحرق التشو فما راح توصلني العينة جيدة اما النوع الثاني من البييوبسي راح اسميه surface biopsy من اسمه surface يعني سطح فراح اخذ بس السطح ما للليشن اخذ بس الشغلة الخارجية الperipheral اخذ السطح ما للتيومر حتى افحص عنها فراح الخلايا اللي راح تجيني هي بس خلايا التيومر بس خلايا السطح مالتها هذي يستعمل الدرماتولوجست جماعة الجلدية حتى خاف اكو skin cancer لانه بي فيترز خاصة اقدر اعرفها من خلال هذا التست وهي البييوبسي اما النوع الثالث فهو core needle biopsy شنو هذا وعبارة عن needle اوكي صغيرة بالحجم راح تدخل بداخل التشو مثل ما تشوفون هنا راح تدخل بداخل الالسكن into the organ or abnormally or abnormality to be investigated فتدخل خلال الليجن و يدخل من خلالها التشو اللي اريد افحصه تمام من تدخل هاي النيدل راح التشو اللي موجود بداخل هذا الليجن راح يدخل بداخل النيدل تمام فشو كتستعمل هاي من يكون الليجن مالتي قريب على الاسكن pre-catenuous او اي pre-catenuous اللي هو يكون قريب من الاسكن مو مو عميق الليجن فاقدر ادخل النيدل واشوف شنو الانسجة اللي موجودة تكون النهاية مالتها هي عبارة عن cutting tip يعني شنو يعني تكون حادة بحيث تدخل بسهولة خلال الليجن و شنو معنى معنى انو اهنانا بال fine needle اه ال core needle biopsy اكو spring loaded gun هذا مني دفع ال pathologist رح يطلع التشو اللي قدام تمام اقدر اخلي تحت المجهر واشوف شنو هو التشو اللي موجود واقدر اقرر اذا كانسر او مو كانسر اوكي اما ال vacuum assisted biopsy هي تشبه core needle biopsy لكن الفكرة اللي بيها انو هايا بدون vacuum انو تدخل ال needle وهي يعني من خلال التنشن اللي موجود رح يدخل التشو اما هايا فبيها جهاز مثل المكناسة الكهربائية حرفيا رح يسحب التشو للداخل انو مثل المص مثل ال الشي اللي يسحب انو بي قوة تدفع التشو الى داخل هاي ال needle فما تحتاج انو تدخلها اكثر من مرة ونسبة الفيلير بها قل بهواية associated with a vacuum device to remove multiple samples with one needle insertion فاحت ساعدك انو اسهل بهواية من core needle biopsy vacuum assisted core biopsy is being used in breast biopsy الاكثر انو يستعملوها بالbreast cancer ليش لانو قريب الاسكن و reliable اوكي اما ال endoscopic biopsy يعني من خلال النظور تعرفون شين هو ال endoscope او النظور اللي يستعملوه بالعمليات اقدر ايضا استعملها بالbiopsy بحيث ادخل النظور ومن خلال روبوت او ادات بنهاية ال endoscope اقدر ادخل لي ال tissue واني اقدر اشوف ايضا شلون ينشاف عن طريق fiber optic cable cable ضوئي موجود بداخل ال endoscope مربوط بكاميرا نقدر نشوف من خلاله عن طريق فندخل لي ال tissue وناخذ العين من داخل ال tissue ونطلع ال endoscope او النظور اذا تعرفوا بالعمليات تقدرون تبحثون عننا ايضا اما ال biopsy النوعية ال biopsy السادسة اللي هي punch biopsy اوكي ال punch biopsy تستعمل بال skin اوكي انه اجيبا اداة اداة حادة اوكي اخليها على ال legion مالتي وعلى اغلب ال legion مالتي صغير وصغير بال skin ادخل هاي الادات و يعني تستعمل الادات الحافة الحادة مالتها تقص جزء من ال legion واقدر استقصل واودي تحت المجهر اوكي فاخلي ال local anesthesia بعدين اجيبا هاي ال punch ال punch الادات punch instrument العفو biodermontologist حتى اشوف ال skin rashes اشوف في المولز اللي هنا حباياتي طلعا ممكن small masses fed masses صغيرة اذا مثلا اشك بيها انه هي cancer او اشك بيها mass او neoplasm اشيلها من خلال punch biopsy واوديها ل histopathological examination اما الكون biopsy هي اداة خاصة تستعمل بالcervical cancer اللي هو الكنسر اللي يصير بعنق الرحم انه تاخذ piece of the tissue with a cylindrical or cone shaped انه يكون النهاية مالته يشبه الكون biopsy نهاية مالته مخروطية اوكي او تكون مثل الكون اللي العفو تكون مخروطية او cylindrical استوانية تدخل هاي الادات وتاخذ عينة تمام تاخذ اولا pap smear اللي هي مسحة من الخلايا اللي موجودة و coloscopy اللي هي عن طريق تشبه الاندوسكوبي بس عن طريق illuminated light وتاخذ ايضا punch biopsy من انق الرحم حتى تشوف على مود cervical cancer اوكي اكو بعض القواعد والامور المهمة اللي لازم نتبعها بالbiopsy عندك القواعد الاولى انه هي the larger the lesion the more numerous the biopsies that are needed كل ما كبر الليجن عندي عندكم مثلا هاي الليجن اللي موجود بالماندبل هذا الليجن انه كل الشبير فاحتاج اكثر من biopsy ليش لانه اكو variability in the pattern that may exist انه ممكن الdiagnostic area تكون مجرد focally شنو معناها انه اكو variability اكو ممكن هاي المنطقة تختلف عن هاي المنطقة وهاي المنطقة وهاي المنطقة فممكن اخذ بايوبسي منا ما تبين عند العين اخذ بايوبسي منا ما تبين عند العين اخذ منا اخذ منا ممكن العين تبين بس بهاي البيوبسي فاضطر اخذ اكثر من بايوبسي للليجن اللي قدامي حتى اوصل ل ال وكذلك نفس الشي بال ulcerated tumors عندكم ال تارفوه انه ليجن متقرح اوكي فهذا الليجن المتقرح صعب اخذ منها بايوبسي ليش لانه هاي المنطقة اللي بها تقرح راح تكون عبارة عن و و هاي انا ما احتاج ها بال بال انه اوكي ليجن متقرح ب شنو استفاد منها ما بفايد انا اريد الخلايا اللي موجودة فافضل طريقة اذا عندي ليجن بألسر متقرح راح اخذ منيا من المنطقة المحيطة الى بحيث راح يشمل و يشمل مثل ما تشوفون هنا انه اللي اخذ ب ل هو انه تشو غير طبيعي تشو بمرض و كذلك مثلا عندي هذا اللي اذا اريد اخذ مننا بايوبسي منين راح اخذ من الطرف اشمل نورمال تشو و دي سيز تشو كذلك نفس الشي بال مثلا عندك كانسر هنا بها المنطقة لازم تشمل شنو البيوبسي لازم تشمل والسترومة السترومة معناه نورمال تشو فاني مثلا على سبيل المثال اريد اخذ بايوبسي لهذا الكنسر لازم مثلا لنفرض اخذت لازم اشمل الكنسر كليته و حتى اشوف الفرق بين النورمال تشو وال تشو واحدد شنو نوعية العلاقة بينهن شنو نوعية الليجين هذا فمرات خصوصا اذا كارسينومة انه يصير انه هاي الكنسر ينفصل عن النورمال سترومة تشوف هذا شكل وهذا منفصل عنه فاذا تريد تشيل الليجين هذا تشيل هاي الكارسينومة من مكانها راح بسهولة تنفصل عن الاسترومة وراح ما اقدر اقارنها ويا النورمال تشو وها مشكلة تمام كارسينومة detaches from the underlying استرومة فها مشكلة شلون احلها عن طريق careful handling of the تشو انه ادير بالي ما يعني اكون من كارفول من اشي الليجين هذا لان اذا تشنت مو كارفول ممكن بسهولة يصير التاجمن من الكنسر من الكنسر ل normal تشو وما اقدر اقارن بينات فراح تكون صعوبة بال الانتربيتيشن of the biopsy وايضا نفس النقطة نفس اللي تهدف الى النقطة الاولى والثانية والثالثة انه لازم اخذ البييوبسي بشكل careful واعرف منين اخذها فمثلا deeply seated lesions فال lesions صار لي جوا deep اكومبان with a prominent peripheral tissue reaction الليجين مالتي صار deep inside the neck مثلا thyroid tissue وصار اكون reaction لبرة من هاي الرياكشنات اللي هي inflammation يعني swelling يعني التهاب ممكن high premia اوكي اللي هي حمرار او زيادة بالدم ممكن fibrosis اللي هو زيادة بال fibres اللي موجود calcifications و metablastic bone formation اللي هي تكلسات وتكوين للعظم اذن الاشياء كلها ممكن تصير بال periphery فاذا اخذت biopsy لل periphery ما رح تنطين ال diagnosis الصحيح رح يجيني هذا calcification او يجيني بس ال hyper remia تمام فمثلا عندك deeply seated node ممكن تكون بها malignant tumor مثلا عندك هاي lymph node ممكن بها tumor فاذا اخذ ال biopsy بس من السطح مالتها شو مال lymph node وما رح عارف اذا كان هذا cancer لوم وكان تمام فلازم ادير بالي واخذ ال biopsy من المركز من الاساس مال الليجن اوكي عندك ايضا من تسوي biopsy وطلع من biopsy كمية fragments شبيرة انه صارت اكثر من fragment اكثر من جزء من التش وطلع عندك هذا ما تهم الهن كلهن الدزهن لل pathologist ليش لانه حتى المترجم 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 يعني حتى هاي النقطة الصغيرة هاي الجزء الصغير من التش ممكن هو اللي يوصلك لل دياغنوس فأنت من تاخذ اكثر من عين كلهن دزهن كلهن ودين حتى تشوفها insignificant وكذلك لازم تدير بالك لتسوي crushing of the tissues يعني انت استأصلت التشو سويت البيوبسي كملتها شلتها بال فورس بسلع فو مالتك لازم تدير بالك لا يصير بها crushing لا تفلش التشو لا تكسر التشو هاي شكوا crushing شكوا نون نون كيرفول هاندلين off the tissue اول شي تسوي تجيب كونتينر مثل هاي وتخلي العينة بها ويكونوا داخله تمام وايضا لازم تدير بالك انه يعني تعرف شنو هي الستديز اللي راح تصير على هذا التشو اللي انت استأصلته اوكي فحسب فراح تخليها بمكانها وتليبلها بمكانها المعين حسب الدراسات اللي ممكن تصير وراها مثل ممكن يشوفوها بالالكترون مايكروسكوب سايتوجينيتكس موليكولر جينيتكس اللي العلاقة بالDNA ممكن اللي هي الفيزيكال والكيميكال فهذا اللي لازم تدير بالك وتعرف شنو اللي راح يصير بالعين حتى تهاندل it properly اوكي ما راح ندخل بالتفاصيل بالاضافة للنقاط اللي ذكرناها ايضا بعض النقاط اللي من خلال التكنيك نقدر نستفاد منها حتى نحافظ على العين اللي هي اولا ما راح نخلي فد antiseptic بألوان مثل الايودين ليش لأن هاي الألوان ممكن تتسرب للتشو وتخرب للتشو تمام local anesthesia من اريد اخلي anesthesia للليجن مالتي للمنطقة مالليجن ما انطيها مباشرة بداخل الليجن ايضا ليش لانه راح تخرب للعين راح استعمل sharp scalpel وsharpe blade اللي هي هاي sharp scalpel انه اذا كانت مو sharp اذا كانت blunt فراح ايضا تخرب للتشو وتسوي لي corrugated margins يعني العين ما راح تطلع بشكل سليم حالة 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 انه اجيبها بالفورسب واجعصها اوكي اه مثل ما قلنا انه لازم يكون وياها بوردر اوف نورمال تشو انه من اخذ العينة مو بس الليجن وياها نورمال تشو حتى اقدر اعرف الفرق بين الليجن والنورمال تشو مباشرة بس اخذ العينة خليها بالفكس اللي هو المادة الحافظة اللي تساعدني وها تكون فورمالين وسبعين بالمئة كحول ايضا يعني شنو يعني التشو اللي اخذت هذا اخلي عليه يعني مثلا شنو اذا تريد تعين جهة الدستل وتعين جهة الميجل او مثلا تقول انه هذا الجهة اللي شت تسوي تجيب سو تمام تخليها بهاي المنطقة مثلا هنا وتعين تقول للباثولوجست يقول يا السو شنو معناه معناه سو سو يعرف انه هاي الجهة سو والبقية انفيريور هاي ميجل وهاي دستل وهكذا تمام فمن خلال سو س حقدر اقل للباثولوجست انه هاي سو بيريور هاي انفيريور هاي هاي تمام اقدر عين للاندمركس وايضا لازم اخلي على العين مالتي فتليبل حتى الباثولوجست تيارف شنو هاي العين اوكي زيان شنو هي الانديكيشنز ما للبييوبسي شنو هي الاشياء اللي تجبرني انه ااخذ بايوبسي اولا عندي ليجن صال اسبوعين وما متغير باقي بمكانه نفس ما هو فهذا مباشرة اسوي لبييوبسي حتى اعرف شنو اخاف يطلع كانسر مثلا عندي انفلاميوشن تمام وهذا الانفلاماتوري بروسس اخذت لها علاجات حاول تعالجها رهت للدكتور وكل شي ما صار حوالي 10 الى 14 يوم اللي هو اسبوعين اسوي لها بايوبسي اعرف شنو هي ممكن شنو معنى كلمة هايبر كيراتوتيك الكيراتين بالجسم هو اللي موجود بالاضافر موجود بالشعر وموجود مثلا بالجنجفة اللي هو مادة صليبة قوية تتحمل الضغط مثلا هاي هاي هايبر كيراتوتيك انه صار اكو كيراتين بالجلد وصار مثل انه زيادة بكمية الكيراتين وظلت مستمرة هاي الكيراتوتيك تشو وحتى هذا يعicated تكون معناه اكو كانسر هذا التوميسنس شن معناه انه شكل يشبه لتيومر انه صار تحت الجلد انه هذا مستمر همينا ما مدى يروح من المكانة همينا اسوي له بايوبسي حتى اعرف شن هو ليجين دا يأثر على لوكال فونكشن مالتي وما داعرف شن هو اسوي له بايوبسي ايضا بون ليجينز ما اقدر اشوفها بالكلينيكل والريديوغرافيك فايندينجز واحد عنده مشكلة بالعظم اسم يبين لا على السطح ولا يبين بالريديوغرافيش اسوي له بايوبسي حتى اعرف شنه هي وايضا شكو ليجين الافد كاركترستيك من الماليجنسي اللي هو الكنسر شنه هي الكاركترستيكس اف ماليجنسي اولا يكون اريثرو بليجا تمام يعني شنه يعني الليجين بي احمرار او بي اه نوع من الريد بلاد سيلز منتشرة اوكي اذا كان الليجين بي تمام تكون الليجين متقرح وبرسيست هاي سويلة بايوبسي تشوف انه الليجين هذا اللي عندك هذا المرض هذا اللي اللي دي يصير عندك برابد انه اليوم كان هيج باتري يصير هيج اقبه صار هيج وراء سبوع صارها كبرى هذا يخوف هذا كانسر احتمال ممكن اذا الليجين بس تلمسه بس تتقرب من عنده قبل ينزف من عنده دم هذا احتمال ايضا الاندوريشن انه يكون التيومر مالتك صليبة يعني مو بس سوائل ولا بس دم انه تشوف عبارة عن خلايا تكون صليبة فهاي همينة خوف ويرادلها بايوبسي وايضا الفكسيشن تمام يعني مثلا عندك فد لامب وفد تيومر معينة تكون تتحرك من مكانها تقدر توديها يمنى ممكن توديها يسرة هاي اوكي ممكن تكون مجرد نيو بلازم ممكن تكون مجرد سيست لكن اذا واقفة بمكانها ما تتحرك هذا الليجين اللي هندك مثلا بالسكن لا سامح الله طبعا انه بالسكن او بغير مكان ما يتحرك من مكانه فاي احتمال يكون كانسر اوكي ومثل ما قلنا شوكت نستعمل الانسجنال والاكسجنال بايوبسي قلنا انه الانسجنال تاخذ جزء من العينة والاكسجنال تاخذ العينة كلها اوكي العفو الليجين كليته اشوكت حسب السايز ما للليجين اذا كان الليجين اصغيروني كلش صغير قبل اسوي الانسجنال بايوبسي واستأصله من مكانه واذا كان الليجين شبير كلش ما اقدر استأصله ما اقدر اكم اشياء تمنعني من انه استأصله كليته فاسوي الانسجنال بايوبسي اخذ عينة بسيطة من هذا الليجين اوكي اما هسه فعدنا الدياغنوستيك سايتولوجي شنو الفرق بين السايتولوجي والهستولوجي السايتولوجي من اسمه سايتو يعني خلية هستو يعني نسيج الهستولوجي اشوف النسيج كليته تمام بضمن الخلايا اما السايتولوجي فانظر للخلايا خلية خلية واشوف المالتها تمام الفرق بالحجم هذا اشوف الخلايا وهذا اشوف الانسجة فمن خلال البيوبسي راح اشوف الهستولوجي ليش لانه الليجين كليته كبير واقدر اشوف المالتها اما السايتولوجي فرح تكون التكنيكس مالتها تختلف اوكي وهسه راح نسولف بيها فعلم السايتولوجي هو علم الخلايا لازم يكون هو يعني جدا صعب فلازم الانديفجول او الشخص اللي يسوي او اللي يفحص هاي السايتولوجي يكون يكون شخص موثوق والدياغنوسيس مالتها دائما تكون مضبوطة ف انه اذا كان الشخص موثوق فراح تكون الاهمية مالتها تشبه اهمية البايوبسي لازم ننطيها الاهمية مالتها مو تقول انه هي مجرد سايتولوجي عاديش راح يكشف لي قابل احسن من الهستولوجي ايه ممكن تكون احسن من تقريبا احسن من الهستولوجي فهذا السايتولوجي ستسموه ممكن ينطيني يعني هو بي كانسر هذا الشخص لكن ما قدر يكشف هذا الكنسر لكن لازم لازم ما ينطيني يعني شخص ما بي كانسر ويقول لي هذا الشخص بي كانسر فهذا السايتولوجي هو علم ينظر لي الخلايا اقدر استعمله ويه البايوبسي انه مثلا هسه راح ناخذ الانديكيشنز انه مثلا البايوبسي عندي فشلت او بالاضافة للبايوبسي حتى اتأكد واتكد انه خاف اكو فالس نيجاتيف او هيتشي اوكي ف هسه راح نسولف بين هذاني هسه موضوعنا هو شلون اخذ السايتولوجي شلون اخذ عين السايتولوجي هسه الهستولوجي العينة مالت عن طريق شنو؟ عن طريق البايوبسي اوكي اما السايتولوجي فراح تكون اولا عن طريق الفاين نيدل اسپريشن اوكي قبل شوية شخصنا اخذنا كور نيدل اسپريش كور نيدل بايوبسي تمام اما هايا فاين نيدل اسپريشن هذي جه اوكي خلط هايا الكور نيدل عبارة عن نيدل لكن واسعة تكفي بداخل هالتشو اوكي اما الفاين نيدل راح تكون عبارة عن نيدل عادية و بيها سحب تمام بيها تكنولوجي اكتشفوها قبل وتستعمل فاين نيدل يعني الجيج مالتها 0.6 الى 0.9 راح تسحب خلايا بسيطة راح تسحب عدد خليل يعني عدد بسيط من الخلايا بيها واقدر اشوف هاي الخلايا تحت المجهر اوكي هذا الفرق بين الكور نيدل اللي تسحب التشو وتكون شبيرة والفاين نيدل اللي تسحب الخلايا وتكون صغيرة شنو الادفانتيج مالتها انه هي انكسبنسيف رخيصة سيف امنة ما راح تكون ما راح يكون بيها قص ولا راح يكون بيها فد فد تشو مانيبيوليشن ولا راح يكون بيها فد تكون ايضا سريعة انه بس اجيب النيدل اسحب من خلالها وحصل الدياغنوز مالتي وتكون ايضا اكيرت بس اشوكت من مثل ما قلنا انه السايتولوجيست دازم يكون well trained experienced individual اوكي وهي تكون ذات اهمية شبيرة بحيث تكون powerful diagnostic تكنيك اذا كانت بيد من بيد ايضا ايضا نوعية اخرى من السايتولوجي او طريقة اخرى حتى اخذ بها السايتولوجي هي الأبريسيف سايتولوجي شون يعني أبريسيف سايتولوجي انه اخذ عينه من خلال الاحتكاك اوكي ويقل لك انه هاي العينة فادتنا why قبل بالsymptomatic patients وهي شي شلون عن طريق mucolytic agents انه اجيب هاي مالتي العودة اخلي بها mucolytic agents فالدمواد تمتصل الميوكوس فتنطيني خلايا هاي رح تلزك بها الخلايا هاي الخلايا اوديها بتيوبة رح يصير عندي تيوب بخلايا وبعدين اشوف هاي الخلايا تحت المجهر وطلع الdiagnosis مالتي شنو فايدة الdiagnostic cytology it is not a substitute ما تبدل البييوبسي البييوبسي اكيد اقوى رح تبعينه للتشو لكن تعتبر adjunct تفد اضافة للsurgical biopsy تعتبر squick تعتبر simple تعتبر painless و bloodless تكون يعني خفيفة سريعة لطيفة انه تجيب مثلا عندك بالنيدل تجيب بالنيدل تخليها بالتيشو تسحب بالنيدل و that's it او مثلا بالابريسيف بس تجيب المسحة تاخذ ابريسيف و هاي خلاص ما عندك بعد فتشي it checks for false negative biopsies مثلا عندي بايوبسي ليجين معين تمام و اخذت له بايوبسي اكثر من مرة اخذت له مرة مرتين ثلاثة اربعة طلع البيشنت كل شي ما بيه لكن هو يعاني البيشنت يعاني من قلم يعاني من انه هذا الليجين ما دا يروح فممكن تفيدني السايتولوجي انه ممكن اطلع لدياغنوسيز ما اقدر اطلعها بالبييوبسي اوكي ممكن تفيدني بالفالو اوب على موت ال recurrent carcinoma انه مثلا شخص صار بي كانسر وعالجته استأصلت الليجين اللي عنده اوكي فهذا الليجين بدل ما انه كل شوية اسوي بايوبسي كل شوية اسوي بايوبسي اقدر استعمل السايتولوجي انه يقول له يا ابا تعال تاخذ منه فدعينة من الخلايا وتشوفها تحت المجهر حتى تتأكد انه ما كو ري كورنس ليش لانه اه يعني الله يبعدنا ويبعدكم الامراض الكنسر هواية بها ري كورنس انه تشيل الكنسر ويرجع من جديد فلازم انه تستمر بالفحوصات ممكن تكون الفحوصات مع البيوبسي فاقدر ابدلها بالداياغنوستيك سايتولوجي اوكي ممكن مرات البيوبسي كلها ما اقدر استعملها تمام انه شخص ما اقدر اسوي لبيوبسي بالسبب من الاسباب اقدر مباشرة الجأ للسايتولوجي فمثل ما قلنا انه هي تعتبر ادجنكت تعتبر اضافة للسايتولوجي تمام هسا نرجع للهستولوجي اخذنا البيوبسي وعرفنا شنوه السايتولوجي هسا نعرف اخذنا البيوبسي اش راح نسوي بالمختبر ابل المختبر هذا اخذ العين ما لديش راح يسوي بها اول شي الفيكسيشن هاي انا اسويها اجيب العين اللي اخذتها واخليها بعينة او العفو كنتينر تحتوي على الفيكساتف اللي هو المادة الحافظة شنو اشهر فيكساتف عدنا اللي هو العشرة بالمية فورمالين هذا الستاندرد ليش؟ لانه اولا انكسبنسيف يكون رخيص رمينز انت فور اقدر استعمل الفترات طويلة وكومباتيبل اقدر استعملها ويا كوما انواع من الستينز اللي هنا نسموها الستينز اول ما اخذ مالتي العينة خلال نص ساعة او اقل من نص ساعة اخليها بالفيكساتف مالتي اللي اش؟ لانه اذا بقيتها اكثر من نص ساعة راح تتلف العينة هاي بس ما ابقيها فترة طويلة تقريب 24 ل 48 ساعة هاي وين بالفورمالين ادنى بعض انواع الفيكساتف الثانية اللي هي الزينكر والبوين الزينكر راح يحتوي على الميركريك كلوريد ميركري اللي هو الزئبق والكلوريد هذا اللي تحطهن سوية اقدر استعملهن اعتبر فيكساتف زين اقدر استعمله باللايت مايكروسكوب لكن الدس ادفانتج مالتي انه هو اكسبنسف غالي وتعرفون انه الزئبق يعتبر معده سامة فراح يكون ممكن مؤذي او سام فلازم ما ادير بالي علي البوين البوين ايضا اللي هو متكون من البكريك اسد اقدر استعملهن بالتستيكيلر بايوبسي بنا سوي بايوبسي للتستيز وهمنا يكون مشابه للزينكر نفس الستينز اقدر استعملهن تمام هذاني البوين والزينكر وايضا البي فايف اللي امام اذكور هنا انا اكسلنت فيكساتف على موضة الاميونوهيستو كيميكال ستينز الاميونوهيستو كيميستري رح ناخذها فادي شويو فالجزء كل شمال لكن شنو اللعيب بهذا الزينكر والبوين هذاني ما يحافظا على نيوكليك اسد تمام فما رح تكون عندي الهيستولوجيكال اكزامنيشن يكون واضح به نيوكليك اسدس فعلى اغلب كل الباثولوجيست يستعملون البفورد فورمالين الا بحالات خاصة اوكي اما هسف الابراتوري تشو بروسسينج ادخذناها بالمراحل السابقة اللي رح يشمل اسم التشو والفكسيشن والديهايدريشن انه اصفيها من المي عندي هذا التشو بمي بداخله شلون اوخر المي من داخله انه اخليه بالكحول تمام هاي الالكوهول اللي موجود رح يستبدل او يحل محل المي اللي موجود فرا ما رح يبقى مي رح يبقى كحول فهذا شصار عندي صار عندي عينة بداخلها كحول تمام هاي العين اللي بيها كحول اخلي بيها هذا الكليرنج ايجنت رح يكون مادة وسطية بين الكحول اللي هي الديهايدريدينج ايجنت والقطعة ما للواكس اللي راح استعملها اوكي؟ اللي هي الزايلين تمام؟ هاي ما اخذيها انتو العام فالكليرنج ايجنت رح يجي يرتبط بالكحول ويرتبط بالتشو ويقدر يرتبط ايضا ويا الواكس اللي موجود بعدين اجيب هاي العينة اللي بيها كليير اللي بيها كليونج ايجنت اخليها بداخل الواكس ومواعها ورح يطلع عندي شنو؟ رح يطلع عندي تشو تشو كامل بداخل الواكس تمام؟ هاي الامبتد سامبل عبارة عن هي السامبل مالتي محطوطة بالواكس هاي السامبل اخليها وين؟ اخليها بالمايكروتوم هاذ المايكروتوم رح يقسمها الى قطع كل شي صغيرة يعني تقريب مايكروميتر واحد وراح يطلع عندي العينة هاي تمام؟ هاي العينة اجيب بيها او اجيب بيها ستينز بشكل عام و الونها وراح تطلع عندي بهذا الشكل رح تطلع عندي مادة ملونة اقدر اقراها اقدر احدد شون المرض اللي موجود شون التشوز وشون الخلايا الموجودة فموضوعنا هذا اللي هو شون معنى كلمة معنى خاصة معنى الوان او صبغات هاي الصبغات كلش 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 مهمة لنا كباثورجست او كطباء او كطلاب ليش؟ لانه من خلالها اقدر اعين واقدر اشوف الهيستولوجيكال اجزاميناشن تمام؟ فعدنا هندردس او سبيشال ستينز لكن جزء بسيط منهن هن المهمات وخصوصا بعد اكتشاف الميونوهستو كيمستري اللي راح ندرسها فقد شوية يعني ممكن حلت محل هواية من السبيشال ستينز اللي موجودات على كلن راح ندرس بعض السبيشال ستينز اللي احنا نستعملهم او نقدر نشوفهم بحياتنا الاعتيادية اول واحدة اللي هي الperiodic acid stiff اللي هي PAS او الpass stain ايش وقت استعملها؟ استعملها بالfungi والparasites ممكن المسبب مالته او ممكن يحتوي على الفungi والparasites فراح استعمل هاي الPAS Stain وتكون aesthetically pleasing شكلها حتى حتى شكلها حلو عندك الستينز فور مايكرو ارغنزمز كليتنا متعودين عليها اخذتوها بالمرحلة الثالثة اللي هي الgram stain اللي راح تحدد لي نوعية البكتيريا اما gram positive اما gram negative فمن خلالها اقدر اشوف البكتيريا والانواع الاخرى غير الgram stain اللي هي ممكن ممكن مختلفات خاف التشو مالتي يحتوي على هاي النوع من الخلايا او هاي النوع من البكتيريا او الparasites استعمل هاي اللي هي ممكن اشوف من خلالها الـ شنو الـ يعني الجهاز العصبي الغددية والغدد الصم تمام فمن خلالها اقدر اشوف الغدد اللي تفرز لي افرازات تتحكم بها الـ الـ وممكن تبين لي الـ 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 اداة الـ عبارة عن بروتين موجود بالكيدني، موجود بالبراين، موجود بالليفر وغيرها فممكن نستعمل عدة صبغات منها الكونجورد مثل ما تشوفون راح تكشف لي عن بروتين الأميروي ذلك الريتيكولين ستينز مثل ما قلنا أن نستعمل أرجيتافين الريتيكولين ستينز حتى نكشف الريتيكولين وأكو ستينز خاصة بالريتيكولين نفسه اللي راح تبين للريتيكولر فايبر مثل ما تشوفون بالصورة قدك الترايكروم ستين ترايكروم معنا تستعمل ثلاث ألوان هاي الترايكروم ستين أقدر أستعملها بالأكسترا سيليلر ماتيريال أوكي يعني ممكن باللمف نودز ممكن بالانترستيشول تيشوز والستين الأخرى اللي هي الفوتوتينجاستيك أسيد هيماتوكسيلين اللي تعتبر هيماتوكسيلين ستين اللي تبين بها على أغلب الهارت والسكيلتال موسولز وعندك أيضا ستينز على موضة الهيموسيدرين والميلانين والكالسيوم لأن كلتهم أنواع من السباشل ستينز ما راح ندخل بتفاصيلهم لأننا ما راح نستعملهم ستينز خاصة بالليبتز أو بالدهون مثل ما تشوفون بالصورة والميوسين ستينز اللي راح تبين الميوكس بشكل عام حتى تبين للسبسنسز مع الميوكس أو اللي تكون نيوشول أسيدك أو هايلي أسيدك ميوكس أنا كشغلة سريعة عن السباشل ستينز أما هسف الجزء المهم من المحاضرة اللي هو الاميونوهيستو كيمستري اللي هو إضافة جديدة لعلم الباثولوجي شنو معناه؟ فالاميونوهيستو كيمستري بيها ثلاث أقسام اميونو اللي هو الجهاز المناعي هستو يعني تبين للأنسجة كيمستري يعني بيها تطبيقات للكيميا شلون تشتغل الاميونوهيستو كيمستري أوكي هاي هي طريقة حتى أكشف بروتينات معينة بالجسم شلون عن طريق الانتيجين انتيبادي ريسبونس أوكي مثلاً لنفرض عندي بروتين معين موجود بالعين مالتي هذا البروتين أنا أعرف عنه أو أمسوي الريسرش مالتي إنه هو موجود بهذا النوعية من الكنسر مثلاً الليفر كانسر يحتوي على نوع من البروتين تمام؟ البروتين أسميه بروتين A فأني أسوي أنتيبادي تمام؟ أنتيبادي خاص لهذا البروتين A تمام؟ رح أسميه أنتيبادي A هذا الانتيبادي اللي سويته بالمختبر رح يجي يتصل مباشرة بالبروتين مالتي أوكي اللي رح هو به الدياغنوسيز إنه هذا البروتين إذا موجود معناه كانسر بروتين ما موجود ماكو كانسر فإذا خليت الانتيبادي مالتي والتسق بالبروتين تمام؟ معناه موجود بعدين شو سوي؟ أجيباً هذا الانتيبادي مالتي وألزقه وهي انتيبادي ثاني بس شنو يكون بيفلورسنت فلورسنت فيترز إنه يكون يلمع بالظلمة يعني كم مختصر هذا اللمعة بالظلمة رح أقدر أشوفها تحت المايكروسكوب تمام؟ يعني شنو؟ يعني من خلال بروتينات معينة موجودة تقدر تحدد الدياغنوسيز أقدر أكتشفها بسهولة عن طريق هاي الاميونوهيستوك كيميستري أوكي؟ عندك على سبيل المثال هذا البروتين خلينا واكتشفنا من خلال بعض الأبحاث إنه هو رح يرتبط بالأنتيبادي هذا جبنا هذا المصنوع مختبريا للأنتيبادي بي اللي يرتبط بالأنتيبادي A اللي رح ينطين الفلورسنت وراح يبين كأنما يصير لوني يلمع أوكي؟ فأنا مثلا أحتاج البروتين بروتين الأكتين بروتين الألبومين أو بروتين الـ TP53 إذن إذا موجودات ممكن تنطيني نوع من الدياغنوسيز وإذا لقيتهم بالتشو تنطيني دياغنوسيز كلش قوي فدخول الاميونوهيستوكيميستري لعلم الباثولوجي شغلة جدا مهمة أوكي؟ بعض الباحثين منهم كونز سووها برابت واكتشفوا أنه هاي الطريقة فعالة ومن ذاك اليوم لهذا اليوم دايستعملوها بالمختبرات وذاتا برستيبل أوف دي هستو بيثولوجي لابوراتوري هذا الشرح هذا مو ضمن المادة لكن حتى تفهمون شنو هي الطريقة المستعملة أوكي؟ فمن تطبيقات الاميونوهيستوكيميستري هو اكتشاف البروتينات زيان يا بروتينات أكثر أكثر شي احنا نستعملها بالاميونوهيستوكيميستري قدنا أول وحدة اللي هي الأكتين أجيبا الانتيبادي مالتي الخاص بالأكتين وخليه بالتشو حتى أكشف وين موجود الأكتين اللي بالتشو مالتي تمام؟ فعدك مثلا الأكتين شنو فايته حتى أكتشف السموذ مسل سيلز أو المايوفايبروبلاست تمام؟ وين موجود الأكتين؟ موجود بالمايوفايبروبلاست عندك الألبومين وين موجود؟ موجود بخلايا الدم فأني مثلا عندي عينة بها كانسر أشوفها عينها بالاميونوهيستوكيميستري مال الألبومين رح أكتشف أنه يحتوي على كمية كبيرة من الألبومين هاي معناه أنه الأورجن مالتا دم تنطيني فد معلومة عن الدياغنوز مالتا أوكي؟ هاي الفكرة مالتها تمام؟ فكم اختصر شنهن أكثر شيء أكثر بروتينات لأن الأكتين أول شيء الأكتين وين موجود؟ بالسموذ مسل سيلز والميروفيبر بلاست الألبومين وين موجود؟ موجود بالبلد سيروم فراح أكدر من خلال أكتشف الهيباتو سيليلر والهيباتويد كارسينومات عندك التي بي ففتي ثري شنه هذا التي بي ففتي ثري هو تيومر سيبريسر جين تيومر سيبريسر تعرفون شنه معنى؟ التيومر معنى ورم سيبريسر معنى موقف أو يحجز الورم يوقف الورم يلغي الورم أوكي؟ فوجود التيومر سيبريسر جين معنى أكوتيومر أنه الجسم ده يحاول يحارب هاي التيومر فإذا أنا استعملت الميون هستو كامستري وليقيت التي بي ففتي ثري معنى أكوتيومر بهذا الجسم تمام؟ اس وان هندرد بروتين أيضا يعتبر من الكالسيوم بايندين بروتينز وراح ألقاه بالبروفيغال نوف شيتز والميلانوستيك تيومر اللي هي بالجهاز العصبي أوكي؟ عندك بروتين الدازمين هذا أيضا مشابه للأكتين يكون موجود بالسكليت المسلز والسكليت المسلز عفوا وأيضا والسيدي ثري فور اللي هو موجود بالإندوثيليال سيلز وراح يكشف لي على عدة أنواع من التيومرز اللي هي الدرماتوفايبروس تاركوما بيوتوبرانسز والسولتري فايبروس تيومرز اللي هي أنواع من النيوبلازمز والكنسرز لدنا الديجيتال باثولوجي أو التالي باثولوجي شنو معناه؟ معناه هو أنه أقدر بدل ما أظل أباوع بالمجهر بدل ما أستعمل التقنية القديمة وأتناقل السلايدات وغيرها أقدر أربط هذا المجهر عن طريق يعني اكتشافات عديدة أنه يقدروا يربطون المجهر هذا بحاسوب وأقدر أباوع للهيستولوجيكال سكشن من خلال الحاسوب هذا اللي يخلى الحياة أسهل بهواي وخلى الباثولوجي أسهل بهواي يعني بدل ما تظل أتباوع به المايكروسكوب تقدر تشوف صورة إله وأيضاً مو بس هاي أنه مو بس الديفايسز هاي أقدر آني أستفاد منها أقدر أسوي تالي باثولوجي أنه أقدر أرسل أو أدز هاي الأبحاث مالتي أدز الهيستولوجيكال سكشن كلته إلى مثلاً أريد أسوي رفيرل أو أود أشوف دكتور ثاني شنو رأيه به هاي الحالة فبسهولة عن طريق إيميل أو عن طريق رسالة مواقع التواصل الاجتماعي كلها تعتبر تالي باثولوجي أنه أقدر أسوي كونسولتيشن وأقدر أدز المادة مالتي عن طريق برامج عن طريق صور عن طريق فوتوغرافز وأتناقل المعرفة بكل سهولة بدل من الطريقة القديمة اللي هي أجيب السلايد وأدل السلايد وغيرها وأيضاً هاي البرامج المستعملة بالتالي باثولوجي أقدر من خلالها أسوي ماجنيفيكيشن أقرب براحتي أو أغير الفوكس ما للصورة اللي عندي أقدر أشوف الخلايا اللي صارة بالمقدمة والخلايا اللي صارة لي وراء أوكي فتكون كلش مهمة بالسايتولوجيك بروبريشنز وهي إضافة عظيمة يعني كمختصر لهاي الصفحة أن التكنولوجيا زينة وقدرنا نستفاد منها أن نتناقل المعرفة بالباثولوجي من شخص إلى آخر بسهولة أوكي لديك النقطة أو الجزء الأخير من المحاضرة اللي هو السورجيكال باثولوجي ريبورت أوكي اللي هو مثل أقدر أشبهها بالكيس شيت اللي يعادكم اللي تأخذونا وتسجلون بمعلومات المريض والحالة اللي يجدكم نفس الشيء بالضبط السورجيكال باثولوجي ريبورت هو وسيلة لتناقل المعرفة أو تناقل المعلومات بين بين الباثولوجيست للبيشينت أو من باثولوجيست لباثولوجيست ثاني أو من الباثولوجيست نفسه إلى نفسه بالمستقبل حتى يقدر يستفاد من المعلومات اللي بيه فلازم هذا السورجيكال باثولوجي ريبورت لازم يكون ثرع يعني بيه كل المعلومات المطلوبة يكون يعني دقيق يعني دقيق يكون بالشكل الدقيق ورح يحتوي لي على خمس أصناف أو خمس أجزاء من عنده أول جزء اللي هو المعلومات الهيستوري مالتا الكليونيكال فيتورز يعني السكس والأيج والسيمبتمز والسورجيكال فايندنجز فهذا معلومات كلش بسيطة وسطحية على البايشنت نفسه اللي بالبداية تنحط أوكي نقول لك إن البايشنت اسمعلي بيتهم من الديالة وهكذا أوكي وأيضا جزء إضافي للفرست فيلد اللي هو خاف مسوي بايوبسيز قديمة هما نتكتب معلوماتها بشكل مختصر بهذا الفيلد الأول أوكي أما الفيلد الثاني فراح يكون بيه اللي جروس الشكل العام مع اللي اللي استأصلته مثل ما قلنا يكون دقيق ويكون يشمل كل التفاصيل اللي موجودة به ليش نخلي الجروس فيتشيص وحنا نشوف العينة لأنه العينة مرات تنتلف مرات ما تبقى عندي إذا ما أخذلها صورة هاي العينة فالطريقة الوحيدة حتى أقدر أعرف شنو شكل المرض اللي كان موجود وعن طريق هاي الدوكيمنت الطريق اللي مكتوب بالجروس فيلد أما الجزء الثالث هو المايكروسكوبيك فيتشيص اللي هي تعتبر ليش لأنه البيشنت ما رح يستفاد منها أنت ما رح تستفاد منها بشكل شبير بعد ما طلعت الدياغنوسيز وشفت الفيتشيص وعرفت شنو الموضوع الخطير اللي بالبيشنت ما تحتاج هذا الفيلد فإتس ممكن التضيفة هاي شعني كمعلومات إضافية حتى تزود من رصانة هذا السورجيكال بيثولوجي بيثولوجي عفوا فشلون رح تكتب الدياغنوسيز رح تسوي على شكل سيجمنت أول شي تكتب العضو تمام وبعدين السيجمنت الثاني رح يشمل وبعدين ورح ينطيق الدياغنوسيز على سبيل المثال جزء الأول اللي هو البون وين بالبون بالفيومر الفيومر اللي هي صايرة فوق من الركبة أوكي والعملية مالتي هي البييوبسي شنو استنتجت من عدها استنتجت أنه هذا البيشنت بأوستيوساركوما اللي هي كانسر بالعظم أوكي أما الفيث فيلد هو أيضا اوبشنال أنه أنت تقدير تضيفه هو عبارة عن نوت أو ملاحظة من الباثولوجيست أو من اللي يسوي الدياغنوسيز هذا واللي يكتب الباثولوجي ريبورت يكتب بأنه هيج وهيج وهيج يكتب بأفكاره يكتب بأن الدياغنشيال دياغنوسيز الممكنة أنه يابه هذا البيشنت بأوستيوساركوما لكن ممكن يكون بهيج ممكن يكون بهيج ممكن يكون بهيج بعد حسب الدياغنوسيز راح نعرف وهكذا ورح تنطيه البروغنوسيز ممكن ترابيوتيك انه توضح للبيشنت يقل لي يا با هيج سوي وهيج سوي أو مثلا تعالي ورا شهر وهكذا وبحالة الفروزن سكشن فأنت لازم تبين انه هذا السكشن ماتك اللي سويت عليه بايوبسي كان فروزن ومو فرش فلازم تذكر كل التفاصيل من 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 البيثالوجست اللي العفو السورجيكل بروسيجر أو اللي سواها العفو كلهم تذكرهم يأما بسيبرت فيلد أو تخليهم كلهم ضمن الفيلد الثانية اوكي وانتكم هذا مثال لل السورجيكل بيثالوجي ريبورت اللي هو مثلا هنانا هو الفيلد الاول الديموغرافيك مالتا المنطقة مالتا وهكذا والميكروسكوبيك والدياغنوسيز وهنانا رح ينطي معلومات وهكذا ذلك الفروزن سكشن هي يتم استكشافها انه هو فروزن مو فرش فلازم المعلومات مالتا تنطي بشكل دقيق اوكي هنا تكون بعض الأسئلة اللي ممكن تستفادون منها خلينا نحلها سوية الجواب هو الكون بايوبسي زين ليش ما اختارينا الفين نيدل لانه هاي تعتبر شنو تعتبر خلا مساح هذرني الفين نيدل تعتبر الوحيدة اللي تعتبر اللي تعتبر على الانسترومنت اللي هي الكون بايوبسي الادفانتجز من الاسپراشن سايتو باتولوجي ذكرناها انه هي تكون سيف painless inexpensive or quick فالجواب هو all of the above اي نقطة ثالثة اللي هي the most informative بايوبسي قلنا from the periphery مشرط اوكي includes both normal and diseased tissue اي هاي صحيحة from the central ulcerated area لا قلنا انه the ulcerated راح تكون عبارة عن inflammation و necrotic tissue all of the above none of the above فالجواب هو b انه تحتوي على normal وال diseased tissue حتى نقدر نقارن بين اتن فراغ is a widely used fixative material اوكي يا هو العشرة بالمية بفعد فورمالين قلنا انه هو اشهر شيء شانو لكم اسامة اسامة فرقد من مملكة طب الاسنان قدرون تشوفون بقية المواد واتابعون مملكة طب الاسنان او تسألون الاسئلة اللي تردوها بالتعليقات او بجروب التليجرام او اتراسلوني مباشرة ودمتم سالمين اشتركوا في القناة